شركات النفط الأجنبية تفاقم أزمة الجفاف ونقص المياه والتلوث في العراق هذا ما كشف عنه تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية التي أكدت أن تلك الشركات العاملة جنوبية العراق تحديدا تحتاج في عملية استخراج النفط إلى ضخ كميات كبيرة من المياه في باطن الأرض تعادل ثلاثة أضعاف ما تستخرجه من النفط مضيفة أنه مع ارتفاع صادرات العراق النفطية انخفضت مياهه بشكل هائل انخفاض تسبب بنزوح آلاف العراقيين وفقم من انعدام الاستقرار وفقا لخبراء دوليين ففي الجنوب الغني بالنفط تحولت الأهوار التي كانت مصدر رزق مجتمعات بأكملها إلى قنوات موحلة تقرير صحيفة البريطانية أكد أن شركة إيطالية بنت سدا على قناة البصرة لتحويل المياه إلى محطتها الخاصة فيما تستحوذ شركة النفط البريطانية والشركة إكسون موبيل على 25% من استهلاك المياه في البصرة وهي منطقة يبلغ تعداد سكانها خمسة ملايين نسمة كان من المفترض أن يتم استبدال هذه المياه في بلد يعاني أصلا من قلتها بمياه البحر واستخدامها في الحقن أثناء استخراج النفط لكن الشركات الغربية لا ترغب بالدفع ولا يبدو أن هناك أي اهتمام بموارد العراق المائية من الحكومات المتعاقبة وفي هذا الشأن تقر هيئة البيئة في جنوب العراق أنه على عكس البلدان الأخرى التي تعمل فيها فإن معظم شركات النفط الأجنبية في العراق لا تفعل شيئا للحد من تأثيرها البيئي وتفضل الاستمرار في عمليات التلويث بهدف الربح ربح يدفع ثمنه العراقيون فيخسر مصدر رزقهم وينزح من أراضيهم بسبب الجفاف وشح المياه في ظل حكومة لا يبدو أن هموم العراقيين أو أرض العراق وخيراته تعنيهم من قريب أو بعيد